الرقص الأول هو عادات وتقاليد في هذه الصورة نرى قلعة بعلبك وفرقة دبكة ترقص الدبكة اللبنانية الشهيرة هذه الرقصة تسمى بالدبكة اللبنانية يرتدي فيها الراقصون السروال الأسود والستر الملونة ويعتمرون على رؤوسهم طربوشاً أحمر المكان الذي نراه في هذه الصورة هو قلعة بعلبك قلعة بعلبك ترمز إلى مدينة بعلبك التي تعرف أيضاً بمدينة الشمس وأريد أن أعرفكم ببعض المناطق الأثرية في لبنان أو التراثية القديمة كبع البك، قلعة زبيل، قلعة صيدة، قلعة صور، مغارة جهيتة، متحف الشمع وهناك العديد من الأثارات الموجودة في لبنان تنبدأ بكراءة الدرس الأول عنوان الدرس الأول هو دراثنا الأصيل مع اقتراب عيد رأس السنة قررت مدرستنا إقامة حفلة نودع فيها العام المنصرم ونستقبل العام الجديد بفرح وحيوية ونشاط مع اقتراب أي مع حلول عيد رأس السنة قررت مدرستنا إقامة حفلة لماذا؟ لنودع العام المنصرم هل تعرفون يا أعزائي بأن المنصرم أي الماضي؟ ونستقبل العام الجديد كيف؟ بفرح وحيوية ونشاط كان دوري أنه شارك في رقصة الدبكة فطلبت إلي المعلمة بهدف التدرب أن أرتدي سروالا بنيا لوني مطرز الجوانبي وألف خصري بزنار أسود طويل وأعتمر طربوشا أحمر له شرابة سوداء وألصق فوق الشفة العليا شاربين مع قوفين من الشعر المستعار فوجئت بهذا الطلب وأبيت أن أظهر على المسرح أمام الرفقاء والمعلمين بهذا المظهر الغريب هنا كان دوره فادي فادي هو التلميذ أن يشارك في رقصة الدبكة فماذا طلبت منه المعلمة؟ طلبت منه المعلمة بحدف التدرب أي لكي يتمرن على رقصة الدبكة أن يرتدي سروالا بنيا لون مطرز الجوانب يعني مزاركش يكون موجود على جانبي أرثمات وألف خصري بزنار أسود طويل أن يضع فادي على خصره زنار أسود يكون طويل ويعتمر هل تعرفون أن أعتمر هي فقط تقال عندما نضع شيئا على رأسنا كالكبعة والطربوس وأنا أيضا أريد أن أقول لكم عندما أريد أن أنتعي الحذائي لا أقول أرتدي حذائي فإذا هنا لدينا معلومة جديدة أعتمر على رأسي أرتدي ملابسي وأنتعي الحذائي هذا الطربوس الذي أراد فادي أن يعتمره على رأسه له شرابة سوداء الشرابة السوداء هي الخيوط التي تتدلى من الطربوس الأحمر وألصق فوق الشفة العليا شاربين مع طوفين من الشعر المستعار فوجئت بهذا الطلب تفاجأ فادي بما طلبت منه المعلمة وكان يرفض أن يظهر على المسرح بهذا المظهر الغريب أبيت أي أرفض فيا ترى ماذا ستقول له المعلمة هل سيقصنع فادي منها لنرى لكن المعلمة أرادت أن تشجعني وتزيل عقدة الخوف من نفسي فقالت لي عندما كنت في مثل عمرك أعلنت مدرستنا عن مباراة في أجمل زي فاخترت اللباس القروية القديمة ونلت الجائزة الأولى وهل ارتديته وظهرت به أمام الفقائك طبعا يا فادي وقد صفق التلامذة والمعلمون أعجابا بهذا اللباس الجميل اقتنعت بكلام معلمتي وخصوصا عندما قالت متسمة وهذا الزي يا فادي يذكرنا بأجدادنا القدامى الذين اتخذوا الجبال والأودية مساكن لهم فعمروها بتعبهم معرق جبينهم وحولوا الأرض المهملة فيها إلى جنائنا وبساتين غناء ولولا هم لما عرفنا اليوم هذه الطبيعة بمناظرها الخلابة وأشجارها الباسقة وفواكهها وخدارها اللذيذة هنا كان دور المعلمة في أن تقنع فادي بأن يشتاذ هذه المرحلة فقالت له واخبرته قصة حصلت معها عندما كانت في سنه أي في عمره بأنها عندما كانت في عمر فادي طلبت أيضا معلمتها أن ترتدي الزي لاختيار أثمت زي في المدرسة فالمعلمة اختارت الزي القروي القديم الزي القروي القديم يعني الذي سيرتديه فادي في رقصة الدكة هو عبارة عن التربوس والسروال والزنار فهنا فادي اقتنع بكلام المعلمة لأنها قالت له بأنه عندما كانت تشارك في المسابقة حصلت على جائزة الأولى لأنها ارتدت هذا الزي فنلت الجائزة الأولى أي حصلت على الجائزة الأولى الزي هو اللباس القروي القديم اللباس وذكرت المعلمة حسنات الأجداد لكي تشجع فادي على ارتداء الزي القديم قالت له بأن أجدادنا القدامى اتخذوا الجبال والأوذية مساكن لهم مساكن يعني يحولوها إلى بيوت إلى منازل فعمروها بتعبهم يعني فبنوها بتعبهم وحولوا الأرض المهملة فيها إلى جنائن وبساتين غناء جنائن الحضائق بساتين غناء أي بساتين كثيرة الأشجار ولولاهم لما عرفنا اليوم هذه الطبيعة بمناظرها الخلابة يعني بمناظرها الرائعة أشجارها الباسقة أي العالية وفواكهها وقدارها اللذيذة مساء أخبرت أمي بما طلبت إلي المعلمة فصرت كثيرا صرت أي فرحت وقالت إن رقصة الدبكة يا بني هي من ترافنا اللبناني الأصير وأن الألبسة التي اختارتها لك المعلمة هي ألبسة أجدادنا الأوائل في أفراحهم وأعيادهم ومعظم مناسباتهم ازددت قناعة بكلام أمي وقلت في نفسي من لا يحترم تراف أجداده فهو لا يستحق العيش على هذه الأرض التي ينطق ترابها بجهودهم وتضحياتهم وعظمة عطائهم عندما أتى فادي إلى والدته وقال لها وأخبرها بأنه اقتنع بما قالته المعلمة وبأنه سيرتدي الزي التقليدي فرحت الأم وعبرت عن فرحتها عندما قالت لفادي بأن المعلمة اختارت له هذا الزي الذي كان الأجداد القدام يرتدونه في أفراحهم وأعيادهم ومعظم المناسبات فهنا فادي ازداد قناعة بكلام أمه وقال في نفسه من لا يحترم تراث أجداده فهو لا يستحق العيش على هذه الأرض فإذا الذي لا يحترم لا يحب التراث والأجداد فهو لا يستحق العيش لماذا؟ لأن أجدادنا تعبوا في هذه الأرض وحولوها من أرض مهملة إلى حضائق وبسات غناء وأيضا حولوا الجبال والأودية إلى مساكن وهذه الأرض هي التي تعطينا الفواكه والخضار اللذيذة هنا هنا أعزائي بعض المفردات في بستان المعاني المنصر أي الماضي مطرس مزركش أعتمر أضع على رأسي أبيت رفضت سأنتقل أنا وإياكم إلى أسئلة حول النص سننصد هذه الأسئلة شفهية كيف نستقبل العام الجديد عادة أحسنتم نستقبل العام الجديد عادة بفرح وحيوية ونشاط مما يتألف الزي القديم الذي ارتداه فادي هل أعجبك ولماذا أحسنتم يتألف الزي القديم الذي ارتداه فادي من السطرة والتربوش والزنار الأسود ووضع فوق شفتيه الشاربين المعقوفين من الشعر المستعار هل أعجبك ولماذا هنا تستطيعون أن تعطون رأيكم كما أنتم تحبون أنا سأقول نعم أعجبني هذا الزي القديم الذي ارتداه فادي لأنه هو رمز من رموز أجدادنا القدامة طيب أحبائي بأن يرتدي الزي التقليدي القديم أعيد أعيد وأكرر بأن رأيكم ممكن أن يختلف عن رأيه فأنا رأيه هنا بأنه عمل عملا صحيحا لأنه قدر جهود وعطاء أجداده وأحترم ترا فيه ننتقل إلى المترادفات ما مترادف الزي الزي هو اللباس التقليدي القديم طيب ما معنى يفيدني يشجعني أحسنتم أرتدي ألبس اخترت انتقيت انتقيت نلت حصلت على والسؤال الأخير في هذا الدرس يا أعزائي هو أن أبحث في النصي عن قداد الكلمات الآتية ضد نص تقبل هو نودع ضد تخوفني تشجعني هدموها بنوها ينسينا يذكرنا أحسنتم يا أعزائي